القنوات بقى الدمعية وقصة القنوات الدمعية الأمهات اللي بيقولوا أو الأمهات والأباء يعني برضو إحنا أولادنا يا إما أنه ما فيهش دموع خالص يا إما أنه فيه دموع كتيرة يعني زيادة برضو قصة القنوات الدمعية واللغط أو الالتباس اللي عند الكثيرين اللي هم بيفتكروا أن حلها بس في عملية التدليك أو اللي هو بينصح يعني به اللي هو بالصبعك الصغير والكلام ده كله فمعليش إحنا بقى هنعتبر نفسنا دلوقتي صفحة بيضة وعايزين نفاهم الناس موضوع القنوات الدمعية أو موضوع الدموع ده من الأول عشان برضو نتجنب أي أخطاء ونتصرف صح طيب هو زي ما قلت أنه بعد الأسبوع الأولاني لو الأهل لحظوا أنه فيه إفرازات زيادة أو دموع زيادة لازم يتجه فورا لدكتور العيون دكتور العيون في الغالب اللي بيبقى عنده مشكلة زي دي بعد الأسبوع الأولاني في الغالب بيبقى عنده حاجة يا أم دي في القناة الدمعية يا إنس داد في القناة الدمعية وفيه فرق طبعا بين الاتنين لغاية سن سنة من عمر الطفل الحل الوحيد للبيبي ده أو الطفل ده هو قصة التدليك مع القطرة بس ما ينفعش برضو القطرة زي ما قلت ما ينفعش نحطها مدة طويلة هو أسبوع وإحنا بنعتمد على قصة التدليك ده في باقية العلاج بتاعنا تمام أبطو سنة سن سنة وهي القناة الدمعية حضرتك عفوا على المؤطعة بس هي القناة الدمعية اللي هي في الزاوية الداخلية من العين بالزابط اللي هي نعتبرها من نهاية القناة الدمعية دي بتبقى من بداية العين وبتبقى متصلة بالأنف بتبقى متصلة بالأنف طيب التدليك بقى بيبقى ازاي؟ حتى يعني الأطفال اللي هما بيبقى عندهم شوية برد شديد بيبقى عندهم احتقان في الأنف وده ممكن يخلي يبقى فيه دموع زيادة وإفرازات زيادة من عينه عشان القناة الدمعية متصلة بالأنف بالزبط تمام التدليك بقى بيبقى ازاي؟ التدليك للأسف بيجي لي ناس كتير مش فاهمين قصة التدليك ده أو يعني بيعملوه بس بيعملوه بطريقة مش مزبوطة تمام ولو اتعمل بطريقة مش مزبوطة يبقى كأننا ما بنعملوش تمام التدليك لازم يبقى بالصبع ده الصغير الصغير ولازم طبعا الصبع الضفر يبقى مقصوص وكلنا عندنا هنا حتة نشفة ماشية بالعرض ما بين العين وما بين المناخير تحتي على طول في حتة طرية ودخلة جوة شوي ها دي المنطقة اللي بندلك فيها التدليك بيبقى بحركة دائرية بسيطة وندوس جوة وفوق وتحت وإحنا بندلك عشان الأهل يعرفوا أو الأم تعرف هي بتدلك في مكان مزبوط ولا لا لازم يطلع إفرازات أو دموع من عينه لو ده ما حصلش يبقى التدليك غلط ولما بوصف للعين كده فيه أوقات كتير أهل بيجوا يقولي إحنا بندوس هنا بندوس هنا أنت بندوس على العظمة بتاعت مناخيره أو العظم اللي حوالين عينه فده حيوجع الطفل أصلا فمعليش حضرتك تقولي هلنا تاني هو العظمة فيه حتة نشفة عندنا ده يعني زي لجمنت كده ما بين العين وما بين المناخير من فوق تحتيها مباشرة في منطقة طرية ودخلها جوه شوية ما فيهش أي عظم خالص ولا حواليها أي عظم هي دي المنطقة اللي بنعمل فيها التدليك التدليك كده بحركة دائرية بندوس جوه وفوق وتحت بين حركة دائرية الأول حركة دائرية وبندوس جوه وفوق وتحت والموضوع ده أنا ما نفعش يعني بسمه يتشرح لازم يتحس يعني لازم الأم أو الأهل يعني يجيلي طب لأ معلش يقولي هلنا كده تاني طب ورينا ولا ماشي أنا هوريك بس أنت لازم تحس على نفسك لازم أنت تعمليها بلافسك عشان تقدر تحسه عليه تمام تمام وهنا الأم أو الأب اللي ممكن يعمله للتدليك أي حد يقدر يعمل التدليك تمام وشرط أنه مع يصاحب عملية التدليك دي خروج خروج لازم يا إفرازات يا دموع وده في الحالة في الحالتين سواء كان فيه ضيق في القناة الدمعية أو انسداد بالضبط في الحالتين بنعمل كده بنعمل كده في النحيتين ما هو على حسب فيه ناس بيبقى عندهم ضيق في عين واحدة أو انسداد في عين واحدة فيه ناس بيبقى عندهم في العينتين يعني قصدي حسب التشخيص الطبي بالضبط إذا الطبيب أشار أنه يتعامل في النحيتين يبقى المشكلة في النحيتين ده إيه وما نستعجلش النتيجة يعني فيه ناس برضو كتير بتروح وبعدين بعد شهر شهرين تبقى الآن تروح لحد تاني يقول لها نفس الكلام أو يقول لها بطريقة مختلفة تفضل بقى إيه تبقى الآن لا الموضوع مش مقلق ومحتاج صبر جدا 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 طب هي النتيجة اللي هم بيستعجلوا عليها؟ النتيجة هو بيلاقي الدموع والإفرازات ما وقفتش وهي عمرها ما حتوقف إلا لما الدي أو الانسداد ده يبتدي أنه هو يتحسن اشتركوا في القناة